لم تستطى رماح السلاوي أن تخفي فرحتها بعلمها ثبات حملها من زوجها المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ ما يقارب عشرين عاما رماح واحدة من أربع نساء فلسطينيات استطعنا أن يحصلن على السائل المنوي الخاص بأزواجهن المعتقلين لتبدأ بذلك حياة جديدة لهم يعني طبعا أنا سأقول لحد الآن ما بلغت بعني الأهل حتى يشعروا بالفرحة لأنني أشعر فيها الحمد لله رب العالميا لازم كأبطال مثلك أبطال داخل السجون لازم نكافح ونقاذرهم ونشد على يديهم أنه لازم يكون في أبطال خرج السجون يكون زيهم رماح التي قررت بجرأة تهريب السائل المنوي الخاص بزوجها تعيش اليوم على أعصابها بعد مرور ستة أسابيع على حملها هذا في وقت يؤكد طبيبها أن وضعها ووضع جنينها في حالة صحية جيدة كان وضعها الحمد لله من الأول أنه وضعها كويس فمشان هي كان نصحناها وبلشناها بالعلاج طبعا من منتصف شهر 12 فهي الحمد لله اليوم تقريبا ستة أسابيع نحكي شهر ونص حملها فهي اليوم الحسن الحظ كان صدفة أنه أول فحص إلها والحمد لله أنه تم وفي عندنا جنين وكويس الحمد لله ويشار إلى أن جهات فلسطينية أعلنت رسميا حمل أربع نساء فلسطينيات من خلال النجاح في تهريب السائل المنوي الخاص بأزواجهن وهو وضع يفتح باب الأمل لكثير من النساء أزواجهن معتقلين ويحلمن بالأمومة إذن نطفة من أسير فلسطيني تمنح الأمل لنساء فلسطينيات حلمن بولد من أزواجهن المعتقلين خلف القطبان رسالة تؤكد أن الحياة ستستمر على هذه الأرض رغم الاحتلال وإجراءاته العنصرية للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال فارس المالكي من مدينة نابلس